السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة تعلم مع آدم وإياد إذن اليوم أرقم التصحيح امتحال لمادة الرياضيات للمساوى الرابع ابتدائي الفرض الثاني للدورة الأولى أو ما يسمى فرض المرحلة الثانية للمساوى الرابع ابتدائي لمادة الرياضيات إذن على بركة الله دوب السؤال الأول إذن السؤال الأول كيف يقول إذا المعنى هذه السؤال هي أضع وأنجز إذن هناك نلاحظ بأن هناك عملية متنوعة عملية الطرح عملية الجامع وعمليات الضرب بما أننا تمريم اللغة الفرنسية إذن هنا من الأفضل أن نعرفوا هذه الأسماء دي العمليات باللغة الفرنسية إذن عملية الطرح شنو كتسمى عملية الجامع كتسمى وعملية الضرب كتسمى إذن هنا سنبدأ بالعمل الأولى اللي هي عمليات الطرح إذن هنا سنوضع العدد الأول إذن سبعة أربعة ثمانية سبعة واحد إذن هنا أربعة وسبعون ألف وتمانمائة وسبعة وواحد وسبعون إذن ميكانجين نوضع العدد الثاني إذن خصنا نحترمو أن تكون عندنا الوحدات أسفل الوحدات ثم العشرات المئات ثم الآلاف إذن غامدو بالإنجاز العملية إذن واحد ناقص لا يمكن إذن نسلف واحد ونرد الثلاث إحدى عشر ناقص ستة خمسة سبعة ناقص تسعة لا يمكن إذن نسلف واحد ونرد الثلاث سبعة عشر ناقص تسعة تمانية ثم تمانية ناقص عشرة لا يمكن إذن نسلف واحد ونرد الثلاث إذن تمانية عشر ناقص عشرة تمانية أربعة ناقص عشرة لا يمكن إذن نسلف واحد ونرد السلف أربعة عشرة ناقص عشرة أربعة ثم سبعة ناقص واحد ستة وغد يكون الجواب هو أربعة وستون ألف وتمانمائة وخمسة وتمانمائة نتخل العملية التانية إذن العملية التانية إذن نضع العدد الأول إذن اثنان ستة سبعة تسعة تسعة إذن تسعة وتسعون ألف وسبعمائة واثنان وستون إذن في العدد التاني إذن الوحدات أسفل الوحدات العشرات ثم المئات الآلاف ثم أخيرا عشرات الآلاف وغد نبدأ إذن هنا عملية الجمع إذن إثنان زائد اثنان أربعة ستة زائد ثلاثة تسعة سبعة زائد ستة ثلاثة نكتب ثلاثة ونحتفظ بواحد واحد زائد تسعة عشرة زائد سبعة سبعة عشر إذن نكتب ثلاثة نحتفظ بواحد واحد زائد تسعة عشرة زائد تمانية تمانية عشر وغد يكون الجواب هو مئة وسبعة وتمانون ألف وثلاثمائة وأربعة وتسعون هم شو العملية الموالية اللي هي عملية الضرب إذن غيرا نضع العدد الأول إذن تسعم مئة وسبعة وتمانون ألف وخمسمائة وتلاثة وستون والعدد الثاني هو تمانية وتسعون إذن نغمد بانجزاز العملية إذن تمانية في ثلاثة أربعة وعشرون نكتب أربعة ونحتفظ بإثنان تمانية في ستة تمانية وأربعون وإثنان خمسون نكتب سفر ونحتفظ بخمسة تمانية في خمسة أربعون وخمسة أربعون نكتب خمسة ونحتفظ بأربعة تمانية في سبعة ستة وخمسون وأربعة ستون نكتب سفر ونحتفظ بستة تمانية في تمانية أربعة وستون وستة سبعون نكتب سفر ونحتفظ بسبعة 8 في 9 72 77 79 إذن نكتب 79 إذن نضع النقطة ثم نقوم بالضرب في الرقم الثاني إذن 9 في 3 27 نكتب 7 ونحتفظ ب2 9 في 6 54 52 56 نكتب 6 ونحتفظ ب5 9 في 5 45 55 50 نكتب 0 ونحتفظ ب5 9 في 7 63 وخمسة 68 نكتب 8 ونحتفظ ب6 9 في 8 72 و6 78 نكتب 8 ونحتفظ ب7 ثم 9 في 9 81 و7 8 و80 إذن هنا سنقوم الآن بعملية الجمع إذن هنا 4 زائد نقطة هي 4 0 زائد 7 هي 7 5 زائد 11 نكتب 1 ونحتفظ ب1 1 زائد 0 زائد تغرية 1 0 زائد 8 8 9 زائد 8 17 نكتب 7 ونحتفظ ب1 1 زائد 7 8 زائد 8 16 نكتب 6 ونحتفظ ب1 1 زائد 8 9 وغاديكو الجواب هو 96 70 18 18 174 إذن نمشي العملية الموالية إذن العملية الموالية كذلك هي عملية الضرب إذن نضع العدد الأول 4 5 7 9 6 8 3 إذن نقوم الآن بإنجاز 8 في 4 32 نكتب 2 ونحتفظ ب3 8 في 5 40 و3 43 40 نكتب 3 ونحتفظ ب4 8 في 7 56 64 نكتب 0 ونحتفظ ب6 8 في 9 72 و6 78 نكتب 8 ونحتفظ ب7 ثم 8 في 6 48 و7 55 إذن نضع النقطة ونقوم بالضرب في الرقم الثاني 3 في 4 12 نكتب 2 ونحتفظ ب1 3 في 5 15 و1 16 نكتب 6 ونحتفظ ب1 3 في 7 21 و1 22 نكتب 2 ونحتفظ ب2 3 في 9 27 و2 29 نكتب 9 ونحتفظ ب2 ثم 3 في 6 18 و2 20 نقوم الآن بعملية الجامعة إذن 2 زائد نقطة 2 3 زائد 2 5 0 زائد 6 6 8 زائد 12 نكتب 0 ونحتفظ ب1 1 زائد 5 6 زائد 9 15 المطلوبة المطلوبة إذن هنا تلاحظوا الوحدات اللي معطيين في التمرين هي وحدات هي الوحدات ديال المساحة إذن هنا أول حاجة نحتاجه لماذا؟ لرسم جدول الوحدات الخاصة بالمساحة الجدول التحويلات الخاصة بالمساحة إذن جدول التحويلات ديال المساحة ينقسم إلى 7 خانات إذن واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة إذن الوحدة الأساسية ديال المساحة هي المتر مربع الأجزاء دياله ديسيماتر مربع، السنتيماتر مربع، المينيماتر مربع، وكانين المضاعفات دياله اللي هما الدكاماتر مربع، الهكتوماتر مربع، ثم الكينوماتر مربع ما ننساش بأن واحدة المساحة تنقسم إلى وحدات وعشرات إذن كل الخانة من هالخانات ستنقسم إلى قسمين إذن هذا الجدول هو اللي لأجهز للمكيدنا من جاوب على تمرين بكل بساطة إذن إذا سوف ننoru التحويل الأول، ماذا ؟ كي نـ فيها أربعة أربعة هيكتوماتر مربع، ستوتنا ديكاماتر مربع، واحد ديسيماتر مربع كم يساوي من منثن؟ مثلتي News ادنا اكمي 3 متر 6 متر مربع و früher ننán to 따라و 8 متر هنا اذا استمرار وسصل الوقت الوقت المانية الحرب أخيرا for 60 где و أمر مانيا إذا لنضيف الوقت في 1 ديكاماتر غمينا في عتم في المكان ونضيف الأسفار تنصل إذن بالعمل اللي نقوم بها هي عمليات الجمع إذن هنا 0 0 1 0 0 0 0 6 4 إذن ستكون النتيجة هي هذه إذن كنت تساوي 460 مليون ومئة إذن سنكتبها إذن 460 مليون ومئة ومئة إذن هنا مطلوب من نعطينا العدد هنا خصنا نعمل الوحدة إذن شكونا علي الوحدة إذن غد نحذفه فقط الصفرين باشغل نعرف الوحدة إذن الوحدة هنا هي ديسيماتر مربع إذن رقم الوحدات واحد يوجد في ديسيماتر مربع إذن غيكون التحويل يساوي ماذا ديسيماتر مورا مربع نمشي للتحويل الثاني إذن مئة ماتر مربع مادة تساوي واحد مادة إذن غد نكتب مئة مئة ماتر مربع إذن ها هي صفر صفر إذن هنا مئة إذن غد نحذف صفرين إذن غد نلقها ديكاماتر مربع إذن مادة تساوي ديكاماتر مربع شنوغس ننضيفه أربعة أصفار إذن هنا غد نقصي يكون عنا واحد مورا أربعة أصفار إذن هنا غد ننضيف الأصفار اضافة اصفار اضافة اصفار ديسيمتر مربع تحويل المواي تحويل المواي 7 متر مربع 3 ديسيمتر مربع 1 سمتر مربع سوف نكتب 7 هنا نقوم بعدها بتطويل باشي كل الوحدات بينين نفرغ بها الخانات إذا نقلنا 7 متر مربع إذا نجي المتر المربع الوحدة سنكتب 7 إذا نحوله إلى مادة إلى سنتيمتر إذا نضيف الأسفار تنصل الوحدة إلى سنتيمتر مربع ثم مادة 3 ديسة متر مربع إذا نضيف الأسفار تنصل الوحدة إلى سنتيمتر ثم أخيرا واحد سنتيمتر مربع لما يحتاج التحويل إذا نقوم الآن باشي من العملية؟ نعم بالزائد إذا واحد سافر ثلاثة سافر سبعة إذا سيكون الجواب هو سبعون ألف وثلاثمائة وواحد سبعون ألف وثلاثمائة وواحد سنتيمتر مربع مطلوب مننا نحولها إلى مليمتر مربع إذا نضيفه سفران وغدير الصباح الجواب هو ماذا؟ سبعة ملايين وثلاثون ألف ومئة إذا نكتب الجواب وبهكده انتهينا من التمرين الثالثاني إذا نغنشو التمرين الموالي إذا التمرين الموالي يقول ماذا؟ وكتب أربع قواصم لكل عدد من الأعداد التالية إذا نعطينا مجموعة للأعداد مطلوب مننا نكتبه أربع قواصم إذا أربعة وعشرون نعطينا القاسم كنا نعرف بأنه واحد هو قاسم لجمع الأعداد والعدد نفسه يقسمون نفسه إذا هنا أربعة وعشرون كنا نتغلب على هذه القواصم خاصة أنهم يكونوا متمكنين من جدول الضرب إذا هذا أربعة وعشرون وماذا نشوفه في جدول الضرب؟ نعم نشوفه ثلاثة في ثمانية ثلاثة قاسم وكذلك ثمانية أربعة وعشرون ستة في أربعة ستة في أربعة إذا نكتب أربعة ستة إذا ننطب بنغي أربعة القواصم كين قواصم أخرى؟ ولكن بمعنى طالبين أربعة ممكن نكتبها كده أربعة قواصم إذا كين يكتب قواصم أخرى؟ ثلاثة ستة وثلاثون كذلك ستة وثلاثون ستة وثلاثون كم هي يساوي أربعة في تسعة وكذلك ماذا يساوي ستة إذا نكتب فقط ستة انضيف قاسم آخر إذا السوكلاتين تقبل القسم على على إثنان لأن رقم وحداتها هو ستة إذا هناك قواسم أخرى يمكن إضافتها ولكن هنا مطلوبنا فقط أربعة قواسم إذا ستة وخمسون إذا ماذا يساوي ستة وخمسون إذا كذلك يجدوى الضرب سبعة في تمانية إذا ستة وخمسون تقوم بمثلة قاسم إذا سنشوفون اثنان السهل قاسم رقم وحداته هو ستة إذا ماذا ستة وخمسون إذا ستتكون معها ثمانية ستة وخمسون 28 و 28 سيكون قاسم وهناك قواسم أخرى يمكن إيجادها إذن 20 إذن 24 في 5 إذن نكتب 4 و 5 و كذلك نكتب 12 لأن 29 و 12 إذن نتهينا بالسؤال الثالث إذن كما قلنا أن نجد الضرب يساعدنا بطريقة كبيرة على هذه المشكلة للقواسم و كذلك المضاعفات إذن ننتقل الآن إلى السؤال الموالي إذن السؤال الموالي ماذا يقول أحيط المضاعفات المطلوبة في كل سطر إذن نعطينا العدد الأول 8 إذن نشكل المضاعفة 10 مش مضاعف 16 نعم لأن 8 في 2 تسوي 16 20 ليس مضاعف 32 نعم لماذا؟ لأن 8 في 4 تسوي 32 5 ليس مضاعف 56 نعم 7 في 8 تسوي 56 71 ليس مضاعف 72 مضاعف لأن 8 في 9 تسوي 72 دائما باش نتأكد وش مضاعف نطرح على رأسيها السؤال هل يوجد عدد وش كين شي عدد وش كين شي عدد غن ضربه في 8 وعطني 72 وعطني 72 إذا كالجاوب نعم فإن العدد غيكون مضاعف إذا ننتقل الآن إلى 4 إذا 8 مضاعف لماذا؟ لأن 4 في 2 تسوي 8 ستة عشر مضاعف إذا 10 ليس مضاعف ستة عشر مضاعف 4 في 4 تسوي 16 20 مضاعف إذا لماذا؟ لأن 4 في 5 تسوي 20 ثلاثون ليس مضاعف كذلك خمسون ليس مضاعف ستة وخمسون نعم مضاعف لماذا؟ إذا من بين الأعداد التالية وحيط المضاعفات المشتركة ومشي مضاعف ديال 9 إذن غامشول 8 10 18 نعم مضاعف ل 6 ومضاعف ل 9 لأن 18 تسوي 9 في 2 و 18 تسوي 6 في 3 في 3 21 ليس بمضاعف ل 6 و ليس بمضاعف ل 9 إذن نقصنا مضاعف مشترك 30 كذلك ليس بمضاعف 36 نعم مضاعف مشترك للعددين لماذا؟ 6 في 6 36 9 في 4 36 54 مضاعف لماذا؟ لأن 9 في 6 54 63 إذن هنا 63 هو مضاعف ل 9 ولكن هل هو مضاعف ل 6 ليس بمضاعف ل 6 إذن ما غدتش نحط عليه 70 ليس بمضاعف لكل العددين 72 نعم مضاعف للعددين و 82 ليس بمضاعف 80 إذن بهذا انتهينا نصح السؤال الخامس الآن ننتقل إلى السؤال الموالي إذن ما هو التمرين الموالي إذن تمرين الموالي ماذا يقول أتمم تلوين الأشريطة واستعين بها لترتيب الأعداد الكسرية تناقصيا إذن هنا سوف نقوم بتلوين الأعداد الكسرية ماذا تم تلوين ثم رتبه نطلق من هذا التلوين لأعداد تناقصين ماذا تناقصين من الأصغر إلى الأكبر إذن سوف نقوم بتلوين الكسر الأول إذن 4 على 6 إذن سوف نلونه 4 من 6 الكسر الثاني ما دائما تلو 1 من 3 ثم كسر 1 من 2 إذن سوف نقوم بتلوين إذن 4 على 6 هو أطول التلوين يعني بأنه هو الأعداد الأكبر ثم ما هو التلوين الذي يليه هو 1 على 2 ثم أخيرا 1 على 3 إذن 4 على 6 أكبر من 1 على 2 أكبر من 1 على 3 إذن سوف نقوم الآن للتمرين الموالي إذن السؤال الموالي ماذا يقول إختزل الأعداد الكسرية التالية كلما كان ذلك ممكنا إذن هنا دائما كذلك بالاختزال يجب أن يكونوا متمكنين من جدول الضرب إذن سوف نبدأ هنا باختزال العدد الأول إذن 63 على 21 إذن هنا كنلاحظوا بأن العددين يقبلوا قسمة على 7 إذن 63 قسمة 7 9 و 21 سوف نعطينا قسمة 7 ثلاثة إذن هنا 9 و 3 كنلاحظوا بأنها قابلة كذلك للاختزال إذن 9 على 3 إذن نقدر نقسم كذلك على 3 ثلاثة إذن 9 قسمة 3 هي ثلاثة ثلاثة قسمة 3 هو واحد ثلاثة على واحد ماذا تساوي هي ثلاثة هي ثلاثة 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 ثلاثون إذا نقسم على ثمانية إذا ستعطيني سبعة على أربعة وعشر على إثنى عشر نقسم على إثنان ستعطيني خمسة على ستة وبهذا كده سنكون قمنا بماذا بالاختزال للأعداد الأربعة إذا سنتقل الآن إلى السؤال الموالي إذا السؤال الموالي ماذا يقول أنجز في مسودته ثم ألوين الجواب المناسب إذا نعطونا مجموعة هذه العملية للأعداد الكسرية وهي الطرح والزائد نقوم بالإنجاز دياله في ورقة البحث ثم نختار الجواب المناسب بالإقتراحات التي أعطونا إذا سنتقل بالعمل الأولى وهي أربعة على ثلاثة ناقص ثلاثة على تسعة إذا هنا أربعة على ماذا على ثلاثة ناقص ثلاثة على تسعة إذا لماذا نحسب العملية للطرحة للأعداد الكسرية يجب أن نقوم بتوحيد المقام قول ما نقوم بتوحيد المقام نقوم بتوحيد المقام نقوم بتوحيد المقام الأكبر إذا هو تسعة ونقول هل تسعة من المضاعفة الثلاثة؟ إذا نعم إذا كانت نعم كي كل مقام موحد هو تسعة إذا نكتب تسعة إذا نعود العددين بكسر نعين لهم المقام تسعة إذا العدد الأول كسر الأول مع الكسر الأول كسر الثاني مع الكسر الثاني إذا هنا كانت ثلاثة أصبحت تسعة إذا فش حال ضربنا؟ ضربنا في ثلاثة إذا خاصة أن يتلبس نضربه في ثلاثة إذا هترجع إثنى عشر وثلاثة على تسعة بما أن بقيت المقام كما هو إذا البصر يبقى كما هو إذا نحصل الضبع على عددين له من أصل المقام إذا إثنى عشر ناقص ماذا؟ ناقص ثلاثة هي تسعة إذا تسعة على ماذا؟ على تسعة وتسعة على تسعة كم تساوي؟ هو واحد إذا هنا كتساوينا واحد إذا شونا هو العدد المناسب اللي سنقوم بتلوين دياله هو ماذا؟ هو واحد إذا نحن قمنا بالتلوين قمنا بالتلوين ديال هذا العدد، ما هي العملية الموالية؟ إذا ثلاثة على إثنى عشر زائد سبعة على ستة إذا كذلك سنرى هنا بالنسبة المقامين المقام الأكبر هو إثنى عشر هل إثنى عشر من مضاعفة ستة؟ نعم إذا شونا سيكون المقام موحد هو إثنى عشر إذا العدد الأول ما تغيرش المقام ديال وهكذا كذلكeni البصمة ما تغيرش. العدد الثاني كانتة ستة رجعة عثano إذا ضربنا في أثنى يدي стрيل الشحلة هز Aaa حسنى تسبعا نضربه في أثنى إذا إنما نضربت ثلاثة في اثنى حصلت على أربعة عشر على إثنى عشر و بتالي حصلت على عددين، ماذا لهما؟ نفس المقام؟ إذا كانوا�με الصرف المقام لهو أثنى عشر ونقوم بتلوين الجواب اللي هو 17 على 12 غامشو العملية الموالية اللي هي 6 على 4 زائد 1 على 5 إذن 6 على 4 زائد 1 على 5 غامشو العدد الأكبر وغامترحو نفس السؤال هال 5 من مضاعفة 4 إذن لا إذن هنا إذا كانت لا كيفش نحصل على المقام المواحد كيفش نضربو العددين في بعضهما إذن 4 في 25 إذن المقام المواحد غيقون هنا هو 20 20 إذن باش غاد يلقى العدد ثاني إذن هنا 4 ضربة في 5 بشعطتني 20 إذن 6 هي غامشو نضربه في 5 في 5 غتعطيني 3 30 غامشو العدد الثاني إذن 5 أصبح 20 إذن 5 ضربة في 4 إذن غامشو 1 كذلك نضربه في 4 إذن 4 على 20 بتالي حصلت على عددين لهم نفس المقام كنحتفظ بالمقام المواحد وكنجمع البسطين إذن 34 على 20 وغنقوم بتلوين الجواب المناسب اللي هو 34 34 على 20 30 أصبح كذلك نضربه في 5 سيطربه في 5 30 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 31 30 من المكان اللقاء البسط والمقام متساويا فإن هذا العدد يساوي واحد ونقوم بتلوين النتيجة وهي واحد وبهكذا ننتهينا من هذه التلوين ونخص الوقت ننتهينا من تصحيح هذا النموذج نتمنى أنكم تكونوا استفتهمها تصحيح وحب موافق في الامتحانات المقبلة وإلى اللقاء وشكرا لكم